موسيقى حياكم الله من يديد ما زلنا مستمري معاكم في صباح الشارقة مشاهدين هل الغوص مهنة أم هواية وهل الغوص بالغ الخطورة على من يمارسه كما هو شاء وهل ممارسين الغوص لابد أن تكون لديهم مواصبات جسمانية خاصة فضلا عن ضرورة تحليهم بالشجاعة والأقدام هذا ما تعرف عليه مشاهدين من خلال ضيفنا في الأستوديو الغواص المحترف محمد شيخ صباح الخير حياك الله صباح النور أختي آلية بداية نتكلم عن هذه المهنة التي قد يمتهنها البعض أو قد يستهويها البعض نتكلم شوي ونعرف المشاهدين عن مهنة الغوص بسم الله الرحمن الرحيم الغوص قبل لا أنها يكون هواية أو أنها مهنة هذه كانت ورث أجداد ومصدر رزق لهم الآن نحن ما نقدر نقول على أنها مهنة قد ما هي هواية أو أنها رياضة طبعاً هذه رياضة بنظري الشخصي أنا اللي أسميها رياضة الذي لا يمل منها مستحيل أنك تمل من هذه الرياضة أنا مارس الغوص من 2012 لحد الآن وكل غوصة أكتشف شي جديد وأشوف شي جديد مجمع الله جميل حلو أستاذ محمد خبرنا أكثر عن الأشخاص اللي يغوصون هل مثلاً يقدر إيشحص يروح يغوص أو لازم مثلاً مواصفات جسمية مغسمانية معينة نفسية معينة عشان يقدر يسير الغوص؟ الغوص يحتاج إلى بالفعل مثل ما قلت يحتاج إلى مواصفات جسمانية معينة مو بوايد معقدة الشخص المفروض أنه يكون قبل ما يدخل في كورس الغوص أو في دورة الغوص يكون خالي من أمراض معينة الله يبدأ على الجميع مثلاً القالب السكري يكون عنده مثلاً مشكلة في الغشاء الأذان فهذه أمنع أمراض تمنع الشخص أن يدخل في هذه الهواية أو فيها رياضة جميل يمكن البعض يتساءل أستاذ محمد أنه شو الهدف من الغوص أو حتى هواية الغوص شو الهدف منها؟ شو المتعة؟ أنا أعرف كل إنسان يوم يمارس هوايتها يحس بمتعة وبشغف شو الشغف في هواية الغوص؟ إسماعيل الغوص مثل ما قلت لك في البداية هي رياضة لا يمال منها تقدر هي تتكلم وتقول أنها خليط من رياضة جسدية من تمرين نفسي من مغامرة أنت تدخل في عالم أو في بيئة مش بيئتك فأنت تشوف مثلاً أشياء لأول مرة ممكن أن تشوفها في حياتك جسمك يتحرك رياضة العقل يشتغل نفسيتك تتعدل على هذا الشيء صبح الله يعني الناس لو يروح يقعدون على البحر ما ينزلون فيه نفسية الإنسان تتعدل فما بالك لو أنك تضغوص وتشوف شو في دحت يا سلام أستاذ حمد يمكن أن لا تتكلم شوي أو أنا شخصياً أحب أتكلم أكثر عن جانب النفسي وموضوع أن اللي تشوفه تحت تأثر على نفسيتك هل مثلاً لأن التواصل أو الكلام يكون صعب أحياناً لفظياً فهذا يخليك يمكن في حالة سكون مع نفسك أو مع المجموعة اللي موجودة معك هل ممكن مثلاً تأمل يكون موجود أسفل مجرد أنها بدأت الغواصل طبعاً أثناء الكورس مثل ما قلت التواصل الصعب ما بيني وبين باقي مجموعة الغواصل الموجودين هناك إشارات معينة نحن نتخاطف فيها تحت الماء شيء وشيء بالضبط بالضبط في إشارات معينة نحن نستخدمها الحين العلم تطور صار فيه إجلسة التواصل نقدر نتكلم فيها تحت الماء بينها وبين بعض لا إرادياً الشخص منزل تحت الماء يصاب بحالة من السكون والدهول من الأشياء اللي أني يشوفها تحت الماء السمات المرجان الحيال البحرية اللي موجودة أنا واحد من الناس أشعر براحة نفسية جداً سبحان الله حلوة تحت الماء يعني وأكون جداً مرتاح جميل تكلم شوي عن الأجهزة والمعدات اللي يعني اللي أود أن تكون مع الغواص خلال ممارسة أكيد الغواص نقدر نتكلم عنه أنه في عندنا ثلاث أنواع من الغواص في عندنا الغواص الحر له الفري دايفين طبعاً هذا ما يحتاج أي معدات يحتاج إلى أشياء بسيطة له نظرات وزعانف في عندك السكوبة أو الغواص الترفيهي في شركات ويدف سوق وفي ويد مصانع تصنع وماركات لكن في النهاية هي تأدي وظيفة وحدة وتأدي عمل واحد السلندر مثلاً عندك البي سي دي منظم الهواء الأوزان النظارة يعني هي في النهاية تحاول أن المعدات هذه أن تكون لك البيئة اللي فوق الماء اللي هي تنفس مثلاً في حالة لا سمح الله صار عندك أي شي طارئ أنه فيه أمور سلام وفيه أمور سافتي موجودة فيها جميل جداً أنت شخصية أستاذ محمد لما تغوص شو الهدف عندك من الغواص هل مثلاً أنت بات اكتشف شي معين هل مثلاً كل غوصة قبلها مثلاً الحط في بالك اليوم أنا خططت مثلاً شي معين ولا تتركها للغوصة نفسها لما تغوص في بداية الأمر لما بدأنا في 2012 نغوص كان هو نوع من الفضول نبقى نشوف البحر شو فيه من داخل شوي شوي طور الموضوع عندنا أنه صار فيه أهداف لنا نحن طبعاً شكلنا مجموعة خاصة فينا سمناها مجموعة غواصة الإمارات ما شاء الله وصلنا تقريباً أربعين غواص لنا أهداف فيها لغوصة ندمج ما بين هدف اجتماعي أو هدف بهواية أو بمتع نحن نمارسها في عندك مثلاً نظف الشعاب المرجانية اللي موجودة نظف شواطئ بضابي الأماكن لصعب باقي الناس مثلاً أنهم يوصلوا لها جميل يعني اليوم اختلاط الهواية بكذلك مبادرات خصوصاً حملة نظف الإمارات يعني الكثير من الشباب المتطوعين كلهم في مجالة يعني فبالتالي هذه المساعدات والمساهمات في الحفاظ على البيئة ويمكن أنت أقرب إلى بيئة البحر والعالم فبالتالي تشوف المواقف اللي صادت لك وما تنساها خلال يعني هال 15 سنة ما شاء الله فترة طويلة والله اللي أخيسم معي المواقف وايد ولكن أكثر موقف ممكن أنا أتذكرها ويؤثر فيني شخصياً نعم كنا غايصين في أنا والمجموعة في بضابي كنا طالعين يعني غوصة ترفيهية بس أن نكتشف مكاني ديد نغوصفي في حطام قديم يعني لسفينة ومركب أرقان غصنا أول مرة عليه كان عليه حياة مرجانية وعليه سمت بالفعل مبساطنا واستانسنا فيه جينا بعد فترة نغوص على نفس المكان لقينا أنه في بعض الناس يعني يحطين شباك صيد وعالقة في الحطام هذا وللأسف يعني نقدم نقول أنه 70% من حياة البحرية اللي شفناها قبل أسبوع كانت ميتة فهذا الشي جدا أثر علينا ونظفناها تقريبا تمينا أكثر من أربعة أيام نحن نظفها وكيف مدة الغواص تقريبا يعني على حسب يعتمد على الشخص يعتمد على العمق الذي أنت توصل أنه كلما زاد العمق عندك يزيد عليك الضغط وتقل المدة الزمنية للغواص بعدين الغواص قادما يكون مرتاح تحت الماء ومش متوتر كلما زاد طول لأن نسبة تنفس تخف بالتالي أنت من المجموعة التي موجودة معك تعرف من الذي فيهم خايف من الطريقة التنفسة أنا كلما خاف شخص تنفس أكثر سيد محمد تكلمنا عن بعض التحديات والصعوبات التي تواجهكم أثناء عملية الغواص خصوصا أن خبرت أن توصو في مجموعات مجموعات غواص الإمارات فخبرنا أكثر عن المخاطر كل الرياضة أعتقد في نظري أنا لها مخاطر الغواص لا أقدر أقول أنه آمن ولا أقدر أقول أنه شيء خطير الغواص فيه قوانين جدا صارمة الالتزام فيها جيد شدا مهم أن الواحد يتزم فيها يمكن بالغلط شخص يكسر هذه القوانية يتعرض لمواقف لا تحمد أقباها التيارات البحرية التي موجودة الكائنات البحرية التي موجودة في البحر في الصيف تواجدها غير عن الشتاء ممكن أن يتعرض لأي حادث تحت الماء نحن طبعا فيه عندنا منقذين موجودين ويانا مدربين فيه عندك مراض يصيب بعض الغواصين مشكلهم اللي هو سموه سكرات العمق اللي هو يدخل الإنسان في حالة من السكر يبدأ يشيل العدال اللي فيه مثلا أو يرمي المنظمة أو شيء نظارة طبعا كل هذه فيها المجموعة ويانا ناس مدربين يستطيع نحتوي الوضع قبل ما أن يتفاقم حتى البحر وهذه المهنة والهواية لا تخلوا من الأخطار اليوم كيف يتم تنظيم عمليات الغواص من خلال الاتحاد الدولي المحترفي الغواص وهي التعليمات المستمرة لا بد أن يكون في تحديث المعلومات التعليمات أو الأشياء اللي الجماعة جدا شادين عليها في الفترات الماضية اللي هو كفاءة المدربين اللي يدربون الغواص عندك يتأكدون الالتزام أن كل الغواص ملتزم بالقوانين بحيث أن لا يضر الحياة البحرية لأنه في ناس يعني للأسف في بعض الغواص مثلا يشوف أشياء تصير في التلفزيون سمكة قارش بيقرب منها مثلا أو بيمد إيد على العيار بحيرية للأسف في جهل هذه ناس اللي نحن نشوفها في البرامج الوثائقية هذه ناس مدربة تدريب عالي جدا على الاقتراب من الأمور هذه نعم فنحن ما نقدر مثلا نسوي مثلا أو نقول تقليدهم تقليد عميائي في جهات وائد مختصة في الدولة أن تراقب هذه المواضيع وتنظمها بطريقة أنها لا تأثر على الحياة البحرية الموجودة في الدولة ولا أنها تأثر على الغواص تحت الماء صحيح شكل خطر بالضبط هو جازف يشوف البرامج الوثائقي في الخنوات ويقول أنا بعد في جهل في جهل بعض الناس تقلد تقليد أعمل أشياء ولكن أستاذ محمد دائما أقول لك الأوقات المجازفة وأن كانت خطرة في بعضها تعلم الإنسان لكن لا أعتقد في الغوص حياته تكون الغوص الغلطة يعني ممكن بألف بألف يعني ممكن تسبب الوفاء يعني في أمور مثل هذه يعني خاصة أنت تنزل على عمق معين طلعتك من الماء لها سرعة معينة ولها وقفات معينة اللي هي تنظف غاز النيتروجين اللي موجود في الجسم لأننا الهواء اللي نتنفسه الطبيعة هذا نسبة النيتروجين فيه جدا عالية وهو نفس الغاز اللي نستخدمه في السلندر فأنا على الضغط اللي موجود تحت الماء وعلى التنفس غاز النيتروجين يتخزن في الجسم بكمية عالية ففيه طريقة معينة أنه نحن قبل ما نطلع أن نخفف هذه النسبة بشكل كبير مجرد تجاوز لهذا القانون أو أنك تطلع بسرعة عالية مثلا ممكن يأثر يعمل لك لا سمح الله انفجار في الصدر أو في طابلة الإذن هذه أشياء جدا خطيرة فعشان كذي أنا دائما أقول القانون قوانين الغوص تحت الماء بالنسبة لي أنا هذا شيء مقدس المفروض أنه ما تنكسر ولا أن أي شخص تجاوزها حفاظا عن الصحة والسلامة العامة أستاذ محمد لو تكلمنا أكثر عن الشباب وأقبالهم على هذه الرياضة من خلال مناحظتك وممارستك لهذه الهواية والله نحن ما بنقول للشباب بس حتى الأنصر النسائي في الثراث أو الأربع سنين الماضي بدأ يتوجه توجه قوي لهذا المجال في إقبال يعني في عندنا نحن في دولة الإمارات في أماكن للغوص تنافس برع أنا غصت في أماكن في الإمارات وغصت في شارم الشيخ وغصت في أماكن برع الدولة كل مكان تغصين فيه أو أنك تنزل فيه له طبيعته أو له هميسته الخاصة الأقبال بدأت الناس الشباب شوي يلجؤون لهذا الماضي خاصة فترة الصيف بدأوا الناس يتوجهون للغوص وبدأوا الشباب مثلا يدخلون كورسات يدخلون دورات فيه شباب بدوياي ما شاء الله الآن يخرجون مدربين ما شاء الله ما شاء الله تكلم عن التدريب بما نفتحنا موضوع اليوم قبال للشباب كيف التدريب عملية التدريب المتدرب كم يبغينا من الوقت عشان يتعلم وهل في مراحل في مبتدأ متوسط متقدم الغوص جدا بسيط جدا بسيط كورس وتاخذ دورة جدا بسيط أطول أطول مثلا مرحلة تدريبية اللي هي أول مرحلة اللي نحن نسميها الأوبن واتر تستمر تقريبا من أسبوع إلى عشر تيام هذا يعتمد على الغواصة نفسها على الطالب نفسها بتاخذ مثلا حاصتين في في كلاس يشرح لك المدرب نظريات الطفول ياخذ أيزاء من الفيزياء شوية من الرياضيات شوية من الأمور اللي أنت راح تستخدمها وتحتاجها بعدين بينزلك مسبح يشوف القابلية كيف تتعامل مع المعدات كيف تطفو تحت الماء كيف تطبق الأشياء اللي أنت عملتها بالنسبة لي الأهم غواصة لأي غواص المستحيل أي غواص ينسها أول غواصة اللي ينزل فيها البحر طبعا هذا الغواصة تكسر حاجز الخوف دائما الإنسان لما يغوص أو 90% من الشباب اللي أنا طبعا كنت محهم في مراحلهم الأولى أول سؤال يسأل في سمق قرش طبعا هذا أول سؤال يسألون ليش يشوف أفلام طبعا يشوف لهذا فالتم عالقة في عقل الباطني الخوف من هذه في ناس عندهم أماكن رهبة من أماكن المغلقة طبعا أنا من 2012 لين حين أنا واجهت سمق قرش في الإمارات مرة وكانت طبعا هذه من أجمل لحظات حياتي أني قدرت يعني أكون قريب منه وأصوره خبرنا هذه التجربة كنا في أنا وشباب في بطبي نغوص وطولنا يعني صراحة غصنا أول شيء بالسكوبة بعدين طلعنا قطينا المعدات بدنا ننزل اللي هو الغوص الحر الفري دايفينج على فترة الظهر تقريبا أنا لمحت فيه شيء أسود في الماء يتحرك قريب مني يعني حولنا لأن القرش من طبع جدا خجول وجدا خواف يعني ياخذ وقت يبدأ ياخذ دوائر حول الغواصين حتى يتأكد أنه ما في خطر عليه قبل ما يوصل عندنا فأنا كنت ألمح أشياء يعني شيء أسود يطوف حولنا ويلف وفجأة سبحان الله تفاجأت أنه جنب يصار يزيز يسبح ما بكذب عليك الأول ما انتبهت لأنا خفت يعني يعني يتني رعشا بعدين ذكرت الأشياء اللي أعطونا إياها في الكلاسات نحنا تعلمنا أمور ثانية وسألنا ناس أهل قبرة أكبر منه ذكرنا أن هذا الشيء أي كائن ما رح يهاجمك إلا لما يخاف منك فلا تبدي أي ردة فعل يخاف منك خليك خاضي جدا وتركه وراوح منه والله يقول لي الموقف أنا أحس بضيق تنفسه بالتالي يعني أكيد لحظات شرائش أدخل دورة أنا صراحة أنا أخاف من الماي والكائنات البحرية فعمر في حياتي ما أفكرت أغوص ولا يعني ما حطت أي خطة مستقبليا للغاز فيه طريقة للتعامل بالنسبة أنت بالنسبة لأي مدرب أنت عبارة عن مشروع لأن الإنسان اللي يخاف من شيء نحن خاصا أهل البحر دائما نقول اللي يخاف من أهل من شيء يواجه واجه دائما شيء يتخافي منه يعني أنا أتكلم عن أشياء 90% من البحر غير مؤذي لا تلمسي أي شيء تحت الماي خليك بعيدا عن أي شيء شوفي وتفرجي غير ما تمدي إيدك أنت بخير لكن مجرد محاولة اللمس أو الاقتراب مثل ما قلت لك أصغر كائن بحري لما بتحطيه في مكان بيخاف بيهاجم صحيح فدائما تزمي بالقوانين هذه والبحر بالعكس يعني لو بتجربي تنزلي غوص في نوع من الغوص يسموه discovery scuba أو الغوص الاستكشافي هذا تقدري أي مدرب موجود في الإمارات أو براء الإمارات يعطيك كورس لمدة ساعة وتنزليهم بالمعدات وياه وتكوني برفقة مدرب ومساعد مدرب تنزلين تخضيلة غوص وتطلعين هنا أنت تقدر تقرر هل حبيت أنت تستمر في هذا الشي أو أنت توقفين لين هنا يمكن يا سلام حلوة التجربة حلوة أتوقع أستاذ محمد نتكلم عن العمر المناسب يعني متى الشخص ممكن يتدرب أو يبتدي فيه القوانين طبعا قوانين الغوص الدولية تتحكم فيها منظمة يسمونها منظمة البادي الدولية للغوص منظمة البادي حددت أن العمر المسموح لأن أي شخص يبدأ الغوص اللي هي عمر 12 سنة يعني عندك من 12 سنة وأنت رايح تقدر تستمر أو أنك تبدأ تتعلم الغوص دام أنه ما فيه أي مانع صحي اللي أنا شرحته في البداية تمنعك من هذا الشي ماشي يعني واحد يعطيه السنة يتدرب بضغط 12 سنة يقدر يدخل الكورس ويأخذ اللي هو الأول ليسن اللي هو يسمح لك الغوص اللي عمقها 16 متر إن حبيت تكمل الأدفانس الأدفانس طبعا هي عبارة عن ثلاث غوصات مع المدرب العمق طبعا الغوص الترفيهي مسموح لك العمق محدد فيه دوليين اللي هو 30 متر أكثر من 30 متر أنت بتحتاج أنك تدخل في مجال آخر اللي هو الغوص التجاري الغوص التجاري طبعا يخلطون غازات معينة مع الأساس يستمروا وقت أطول تحت الماء ويقصون أعماق 50 إلى 60 إلى 80 متر فيها سلام محمد خبرنا أكثر عن الأماكن المختلفة اللي غصت فيها طبعا كل مكان أو كل ماي أو كل بحر معين طبيعة معينة من خلال درجة الحرارة والكائنات المختلفة وغيرها خبرنا عن تجارب الغوص المختلفة اللي قمت بها بالضبط أنا بدايت أول بدايتي بدأنا في إمارة بوظبي طبعا نحن مسكان بوظبي بدأنا في بوظبي نحن من صغرنا الوالد علمنا على البحار وطلعنا على هذا الشيء بدأنا نكبر بدأنا نتعمق أكثر في الموضوع بوظبي صبحان الله أنا غصت في بوظبي وفي دبي وفي الشارجة لأنه وصلت الفجرة حتى غصت برع الدولة شفت الأشياء صبحان الله كل إمارة في بوظبي تتميز بأنواع معينة من المرجان تتميز بأنواع معينة من السمج اللي أنا كنت أشوفها في بوظبي مش موجود في الشارجة واللي موجود في الشارجة مثلا أو في دبي مش موجود في الفجرة مثل ما قلت أختيع عليك كل مكان درجة الحرارة تختلف قوة التيارات طبيعة الأرض اللي موجودة يعني دخلت في مجال اتعمقت أكثر للموضوع عملت دراسة على أنواع المرجان اللي موجودة في دولة الإمارات صورنا مرجان عمره فوق 300 سنة حلو كميل صادم حمد تكلم عن الوزن الشخص هل يأثر يعني الإنسان مثلا الأشخاص اللي يعني وزنهم مثلا زايد زايد أو أكثر علمية مثلا لا هو ما يأثر هو ما يأثر ولكن بالعكس هو يساعد الشخص كل ما كان يعني وزنه أكبر كل ما كان عملية الطفو سهلة عنده يعني صعب أنه نزلت تحت الماء فيحتاج إلى وزن أكثر يحتاج إلى نفس المعدات ونفس التجزات بس اللهم نزيد الأوزان حزام الأوزان اللي يلبسها الغواص نزيد الأوزان عشان نقدر نزل تحت الماء لكن أي شخص يعني يعاني من هذه المشكلة إذا استمر على الغوص لمدة ثلاثة شهر لو كل أسبوع غوصتين لمدة ثلاثة شهر أنا أضمن لأنه ينزل وزنك ماشاء الله أستاذ محمد الشيخ تمتعنا جدا في هذا الحوار معاك حول هواية الغوص طبعا أنا الآن مترددة طبعا ومجرب بس شكرا لك يعطيك العافية من قصر هذا شرف شرف لي أنكم تحتوي لفرصة نتكلم في هذا الموضوع شكرا لك بالعكس نحن سايدين وجودك ونطمئن إن شاء الله الشباب كلهم يقدمون على مارسة مختلف الهوايات بقوة والشجاعة بإذن الله كل شكرا وتقدير مشاهدين مرة أخرى للأستاذ الغواص المحترف محمد الشيخ